تعالوا أقول لكم بيان النادي الأهلي اللي صدر النهاردة أقول لكم نصه نادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزم التعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد يؤكد النادي الأهلي على أنه لم يتلقى أي مكتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص تعديلات في جدول الدوري أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس فضلا على أننا ننتظر ردا من الاتحاد على أسباب تأجيل المباريات الأهلي وبرامد في الدوري ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقوم في يونيو المقبل والنادي الأهلي هو يؤكد على احترامه للمنظومة الرياضية عندما يتلقى مكتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه سوف يتم دراسة الموقف كاملا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتطفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات ده نص البيان اللي أصدره النادي الأهلي ملخصه أن النادي الأهلي بيحترم كل عناصر المنظومة الرياضية بيحترم الدكتور أشرف صبح وزير رياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بيحترم كل الأطراف في المنظومة الرياضية ده نص أو ملخص البيان لكن النادي الأهلي لم يتلقى رسميا أي أسباب لتأجيل مباراة الأهلي والبيراميدز أو لم يتلقى أي مكتبات رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تغيير مواعيد المباراة أو بشأن أنت تلعب بقى في الدولة هتلعب في كاس لسه نفيش أي حاجة رسمية مجرد حاجة تطلعت ومش عارف كان إيه الهدف منها مفوضا أنه لما بطلع حاجة ببعت رسميا للنادي المشارئيلي يعني سواء أهلي سواء زمالك سواء بيراميدز واتكلمت مبارح مع حضراتكم في أن النادي الأهلي إيه المؤجلات اللي كانت بالنسبة له النادي الزمالك وبيراميدز مش عايزين يتكلم خلاص في اللفات لكن ده كان نص بها النادي الأهلي وسألت الكابتن أحمد ناجي سؤال مباشر جدا الراجل دلوقتي هو بعيد عن النادي الأهلي الراجل دلوقتي بيمثل مصر في تدريبه لحراسة المرمة سألته سؤال مباشر وسؤال التاريخ أنا قلت له سؤال التاريخ يعني حضراتك قعدت في نادي الأهلي كتير جدا وفترات طويلة قوي من عمرك يعني عمرك شفت نادي الأهلي افتعل مشكلة أو صدر مشكلة قال لي لأ وأنا بسألكوا سؤال وبسأل كل الجماهير في مصر مش الجماهير أهلوية بس في الوطن العربي وفي أفريقيا كمان وأي حد بيفهم اللغة العربية يعني هل سمعتوا أن النادي الأهلي في يوم من الأيام كان سبب في مشكلة هل سمعتوا النادي الأهلي صدر مشكلة لحد هل سمعتوا أي واحد بينتمي للنادي الأهلي بينتمي للنادي الأهلي شغال في نادي الأهلي أي حاجة بق أي حاجة هل سمعتوا تطاول على أي حد في أي مكان هل سمعتوا لفظ خارج من أي حد مثل الناد الأهلي في أي مكان كان حتى يعني مش خارج يعني كان غريب على ودنك جاوبوني جاوبوني وعندنا كل حاجة موثقة يعني عندكم كل حاجة موثقة هتلاقي أي حد شغير في الناد الأهلي بينتهم الناد الأهلي عمره في حياته ما يقول لفظه وعمره في حياته ما يتطول حتى لو كان بيتطول عليه حد لكن هو الناد الأهلي بحافظ على شكله بحافظ على أسلوبه بحافظ على الأخلاق العامة بحافظ على جماهيره عشانه أنت كده بتقول أنا بشجع ناد الأهلي تبقى رئابتك مرفوع على فوق